اهلا بكم مشاهدين الكرام الى اخبار التاسعة من امان شباب معكم اشام الزياد واماني علوان تتبعونا معنا في اخبار التاسعة التحالف ويولون اسقاط طائرة المسيرات الحوثية في الاجواء اليمنية والجيش يطلق عملية عسكرية للتواغل داخل سعدة من جهة الجوف بطلب من غريفوس رؤية حكومية لتنفيذ المرحلة الاولى من اعادة الانتشار في الحديدة والميليشيا تستحدث حواجز وخنادق في مديرة بيت الفقير وايضا في اخبار التاسعة مسؤول حكومية في حضر موت يشيد بجهود محافظ مأرب وترتيبات للتحليل رائد بازوهيل ومرافقيه من قبضة خاطفهم الى التفاصيل حيث اعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم اسقاط طائرة مسيرة اطلقتها ميليشيا الحوثينة باتجاه السعودية ونقلت وكالة الانباء السعودية وسعن المتحدث باسم التحالف العقيد ترك المالكي ان قوات التحالف تمكرت صباح اليوم من اعتراض واسقاط طائرة دون طيار اطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من ايران من صنعها باتجاه المملكة وتم تدميرها في الاجواء اليمنية وقال المالكي ان الميليشيا الحوثية الارهابية مستمرة في اطلاق الطائرات دون طيار لتنفيذ الاعمال العدائية والارهابية بسهداف المدنيين والمنشآت المدنية ولم يتم تحقيق اي من اهدافها بل يتم تدميرها واسقاطها واضاف ان التحالف مستمر في تنفيذ الاجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الارهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل سرامة وبما يتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية الى الحديدة الان حيث شرعت ميليشيا الحوثين في بناء حواجز وحفر خنادق في مديرة بيت الفقيه الى الجنوب الشرقي للمدينة وقال مصدر المحلي لقناة جامن شباب ان الميليشيا انتقلت في مدرية بيت الفقيه لحفر الخنادق بشكل جنوني وهسري بعد ان قامت بذلك في شوارع مديرة الحديدة وتفخيخها وإقابة حواجز وسواتر خرسانية وبناء حوية فوق بعضها إلى ذلك اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثيين الانقلابية في مدينة الحديدة بتزامن مع قصف مكثف شنت الميليشيا الحوثية على المدنيين في المدينة والمناطق المحررة بالمحافظة نعم وقالت مصادر محلية لشباكات عنيفة بمختلف الاسلحة عقب محاولة لميليشيا الحوثي مهاجمة مواقع الجيش المتاخمة لخطوط التباسة في شرق مدينة الحديدة مضيفة أن المعركة دارت بالقرب من محيط معسكر الدفاع الساحلي وباتجاه شرع الخمسين الذي يمتد جنوب شرق المدينة حتى مدينة سبعين إلى ذلك كثفت ميليشيا الحوثيين قصفها على الأحياء السكنية في المناطق المحررة وداخل مدينة الحديدة بقذائف الهون هذا وذكرت المصادر أن الميليشيا حاولت التقدم من محيط جولة الحلقة ومعسكر الدفاع الساحلي صوب الأحياء السكنية في شرع الخمسين داخل الحديدة وأجبت الميليشيات على التراجع إلى مواقعها السابقة في صعدة أعلن الجيش الوطني فرض سيطرته الكاملة على مديرة الظاهر بالتزامن مع إطلاق اليوم عملية عسكرية لسداف مواقع ميليشيا الحوثيين الإنقلابية بين محافظتي الجوف وصعدة وجاء اكتمال السيطرة على مديرية الظاهر عقب عملية عسكرية واسعة للجيش الوطني تمكن على إثرها من التقدم في الأودية واتباه بصولا للسيطرة على مركز المديرية وفي محور آخر شنت قوات الجيش الوطني اليوم هجوما واسعا على مواقع الميليشيا في جبهات القتال الواقعة بين محافظتي الجوف وصعدة وتمكنت قوات الجيش من السيطرة على أجزاء وسعة من سلسلة شاعر الجبلية بالإضافة لتحرير تبة القناصين في مدرية الحشوة المعارك أسفرت عن مصرع العشرات من ميليشيا الحوثيين وإصابة آخرين وتدمير آليات تابعة لها نبقى ميدانيا حيث نجحت قوات حكومية مسنودة من المقاومة في السيطرة على أول المواقع في مدرية ماوية شرق محافظة تعز نعم وقال مصر عسكري إن القوات الحكومية حررت مفرق شوكان بمديرة ماوية بعد اجتباكة عنيفة مع ميليشيا الحوثيين في أول مديرة تابعة لمحافظة تعز بعد تأمين مديرة الأزارق التابعة لمحافظة الضالة ما تزال أصداء الجريمة النكرى التي اقترفتها الميليشيا الحوثية المولية لإيران وستدفت مركزا للإغاثة وتجمع للمدنيين في مدينة تعز تمثل شاهدا على وحشية هذه الميليشيا الإرهابية التي وجدت في الصمت الدولي وضغوط الدول الأوروبية لصالحها وجدته متنفسا لها من أجل إيبادة المزيد من اليمنيين غير أن الضغوط الطولية لن تحمي هذه الميليشيات الإجرامية طويلا فقد ضاق الشعب اليمني ضرعا بهذه الميليشيات وجرائمها التقية التالية سيطى الضوء على جريمة القصف الحوثي الذي استدف مركزا للإغاثة في تعز أثناء تجمع المواطنين فجيعة تلو أخرى تلقتها أم أحمد وهي تبحث بين الجثث عن طفليها لتنهار بين قتيل ومبتور من هول الفاجعة باكية ابنيها النازحين من حرب إلى موت أربعة شهداء وستة جرحى بينهم أطفال وشيوخ جراء استهداف الميليشيات الإنقلابية حارة شعب الدبة في شارع الحوظ بقذيفة هون وهم يبحثون عن إغاثة لا موت الموت إذن ما ترده الميليشيات الإمامية لأبناء تعز بعد حصار الخمسة عوام وهذا ما أكدته اليوم باستهداف نقطة لتوزيع الإغاثة تجمع حولها أناس يبحثون عن مقومات الحياة فأصابتهم أدوات الموت لقينا 17 حالات جراحية منها أربع حالات وفاة نتيجة سقوط قذيفة الميليشيات الحوثية على الناس الآمنين داخل المدينة الحوظ الأشراف وهم يبحثون على لقمة عيش لسد رمق أبناؤهم وأطفالهم إلا أن قذائف الموت لم ترحمهم رغم الحصار الذي يعانوا منذ أربع سنوات تتربص الميليشيات الإمامية بأبناء تعز فتوجه آلات الموت صوبهم متعمدة للقتل في منازلهم وعند كل باب يعينهم على استمرار الحياة الموت بدل الطعام والقذائف بدل الفتاة من الأرز والقمح سلوك الميليشيات الانقلابية منذ خمسة عوام بحصارها على المدينة وقصفها المستمر هكذا صدرت الميليشيات الإنقلابية الموت إلى مدينة تعز باستهدافها الأحياء السكنية بالقصف العشوائي الذي يروح ضحيته أطفال وشيخ عبد العز الزبحاني من شباب تعز في موضوع آخر قال وكيل مساعد محافظة حضر موت لشؤون الوادي والصحراء عبد الهادي تميمي إن جهود سلطات المحلية في محافظتي حضر موت ومأرب مستمرة ومكثفة لتحرير رائد بالجيش الوطني وثلاثة جنود من أبناء مدينة سيئون تم اختطافهم من قبل مسلحين خارجين عن القانون في مأرب أثناء تهديتهم مهمة عمل رسمية نعم هذا واختطف مسلحون خارجون عن القانون في مأرب الرائد عبيد بازوهير من دوب قيادة المنطقة العسكرية الثانية إلى محافظة مأرب مع ثلاثة جنود جميعهم من مدينة سيئون أثناء قيامهم بمهمة رسمية ويطالب الخاطفون مقايضتهم بسجين آخر ألقي القبض عليه في قضية جنائية بحسب تصريحات أدل بها وكيل محافظة حضر موت التميمي لقناة يمن شباب وقال التميمي أيضا أنه من المستحيل أن يقبل أو تقبل الدولة بأية مقايضة مضيفا بأن الرائد بازوهير والجنود الثلاثة مختطفون منذ أربعة عشر يوما وأن التواصل يجري مع القيادة السلطة المحلية في مأرب ومشائخ آخرين لتحريرهم في أسرع وقت بمكان وشاد التميمي بجهود محافظ مأرب في هذا السياق التي يعول عليها مشيرا إلى اجتماعا اجرى في الساعات الماضية في مأرب لرئاسة المحافظ سلطان العرادة وعسكريين في المحافظة وترتيبات لتحرير الرائد بازوهير والجنود الثلاثة بأسرع وقت وقال التميمي أن السلطة المحلية في حضر موت ومأرب تفضل أن يتم إطلاق الرائد بازوهير ومرافقه سلمان رغم القدرة على القيام بعملية أمنية وكانت مدينة سيون قد شهدت اليوم وقبة احتجاجية للمطالبة بتحرير الرائد بازوهير ومرافقه قال مصؤول أمني في شبوى أن التحقيقات والتحريات جارية لمعرفة ملبسات مقتل ضابطا في الجيش الوطني تم اغتياله مساء أمس الأحد وسشد ركن اتصالات اللواء 19 مشاه بالجيش الوطني العقيد محسن الصبيحي في ظروف غامضة في منطقة جباح بمديرة عسيلان في محافظة شبوى وقال مصؤول بأمن مدرية عسيلان أنه تم العثور على العقيد محسن الصبيحي ركن اتصالات اللواء 19 مشاه مقتولا في سيارته مضيفا أن الإدارة قامت بجمع الأدلة وأخذ الجثة والسيارة وما زالت الإجراءة والتحقيقة مستمر سياسيا حيث قال مصدر حكومي أن الحكومة اليمنية قدمت رؤيتها لتنفيذ المرحلة الأولى من عملية إعادة الانتشار وفق اتفاق السوكولم بناء على طلب المبوث الأممي مارتيني كريفتس ونقلت صحيفة الشرق الأوسط على المصدر المسؤول أن الراية التي قدمتها الحكومة تتعلق بإعادة الانتشار من موانئ وذلك لتجاوز الخلافات القائمة بين الأمم المتحدة والحكومة حول بسرحية الانسحاب الأحدية التي نفذها الحوثيون منتصف مايو الماضي الرؤية الحكومية تتضمن خروج ميليشيا الحوثيين من الموانئ ومن مدينة الحديدة وفق زمن محدد وتسليم الأمن للقوات الأمنية وخفر السواحل الموجودة في كشوفات العام 2014 نعم وتشدد الرؤية على وضع إطار زمني لخروج الميليشيات من موانئ الحديدة وإزالة المظاهر العسكرية في وقت زمني محدد والتعامل وفق ألية المعينة بعد انتهاء المدة المقررة وليس مثل ما حدث في السابق وما زلنا في ذات الموضوع حيث اتهمت صحيفة إماراتية اليوم المجتمع الدولية بإطالة عمر ميليشيا الحوثيين الإنقلابية في اليمن في تناقض مع الموقف الرسمي لدولة الإمارات والتي يسارع وزير خارجيتها أنور قرقاش على الدوام لإعلان دعمها التام للمبعوث الأممي مارتيني جريفست نعم الاتهام جاء في افتتاحية لصحيفة البيانة الإماراتية التي قالت إنه على مدى السنوات الماضية من انقلاب ميليشيا الحوثي الإيرانية واستلائها على السلطة في صنعاء والمجتمع الدولي لا يستطيع يستوعب مدى خطورة هذه الميليشيا الإرهابية على اليمن وأمن المنطقة وأضافت أن المجتمع الدولي لم يستطع أن يستوعب الدوافع وراء تدخل التحالف العربي من أجل سرداد الشرعية وإنقاذ اليمن وشعبه من براثني وجرائم هذه الميليشيا ومن أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة نعم وعبرت الصحيفة عن الأسف الشديد تجاه تعامل المجتمع الدولي مع هذه الميليشيا الإرهابية كطرف في نزاع وهو الخطأ الكبير الذي أدى لستمر المأساة في الجمال كما وجهت الصحيفة نقدا لا دعا للمبعوث الأممي مارتين جريفوس وقالت أنه تستر على خرق الحوثيين لاتفاق السويد وتحايلهم المكشوف على بنود الانسحاب من بناء الحديدة وغيره من البنود الأخرى الأمر الذي اضطر الحكومة الشرعية إلى رفع شكوها للأمين العام للأمم المتحدة الذي تدخل لضمان التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق بعيدا عن مراوغات الميليشيا ويأتي هذا الموقف من الصحيفة معاكسا لموقف الخارجية الإماراتية التي لا طالما منحت المبعوث الأممي جريفوس دعما غير محدود خارج إدارة الشرعية أو إرادتها والتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في خضم الصراع بين إيران من جهة والسعودية وأمريكا من جهة أخرى قال رئيس السلطة القضاية في إيران عبر التلفزيون الرسمي إن بلاده تقاتل من اليمن إلى أفريقيا ولم تعد تقاتل من داخل حدودها كما كان في الأمس مرة بعد مرة يصرح القادة الإيرانيون عن سيطرتهم الكلية على اليمن في خضم صراع متزايد في الخليج بين السعودية والإمارات وأمريكا من جهة وبين إيران من الجانب الآخر آخر تلك التصريحات كانت من رئيس السلطة القضاية في إيران إبراهيم رئيسي يقول فيها إن الامتداد الاستراتيجي للثورة الإيرانية أصبح اليوم من اليمن إلى إفريقيا امتداد جعل الحوثيين أن يتبنون عملية استهداف أنابيب شركة أرامكو في الرياضة رغم أن نتائج التحليلات الأمريكية تقول إن تلك العمليات لم تكن من اليمن بل من العراق لكن الأبعاد الإيرانية في هذه التصريحات رسالة واضحة للسعودية بأنها ستستخدم عيال شوارعها في اليمن لضرب المصالح السعودية وتهديد أمنها وعمقها الاستراتيجي في اليمن والداخل السعودي مع تزايد الضغط الامريكي الذي تدعمه السعودية على إيران ووفق المراقبين فلا يخلو إعلان رئيس السلطة القضائية الإيرانية من إشارة السيطرة على نضيق باب المندب حين ربط إبراهيم رئيسي امتداد السيطرة من اليمن إلى إفريقيا إلى موضوع آخر حيث نزع برنامج مسام السعودي أكثر من 1800 لغم في اليمن خلال الشهر الماضي وأكدت دارة البرنامج أن فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الرابع من شهر يونيو الماضي 604 ألغام ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه منذ بداية هذا الشهر ولغاية 27 منه 1839 لغما وذغيرة غير متفجرة كما أضافنا الفرق الميدانية نزعت 268 لغما مضادة للدبابات وأربعة ألغام مضادة للأفراد كما نزعت أيضا خلال الأسبوع الماضي 330 ذخيرة غير منفجرة وعوتين ناسفتين وتجاوز عدد الألغام التي نزعها البرنامج منذ عام ونصف أكثر من 70 ألف لغم وذخائر متفجرة أقر مجلس الوزراء في اجتماع له اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن طباعة مليون جواز سفر إضافي الاجتماع كرس لمناقشة العلاقة بين الحكومة وشركاء التنمية من الدول والمنظمات ووافق المجلس على المناقصة الخاصة بطباعة جوازات السفر والوثائق ذات القيمة الأخرى بما في ذلك طباعة مليون جواز إضافي وأصدر رئيس الوزراء معين عبد الملك توجيهاته إلى وزارتين الداخلية والمالية ومصلحة الجوازات باستكمال الإجراءات اللازمة لمتابعة التنفيذ وبشكل عاجل ومنذ فبراير الماضي أعلنت السلطات توقف إصدار الجوازات لنفاذ الدفاتر ما تسبب بعزمة واجهة ألاف المواطنين استحدثت مليشيا الحوثي سجنا في محافظة دمار يقع في الطابق الأسفل المستشفى العام وسط المدينة وقالت مصادر محلية إن الميليشيا حولت عدة أماكن في المستشفى من الطابق الأرضي إلى سجون سرية حتى تحتجز هناك قرابة ثمانين مدنيا اختطفتهم الميليشيا ويوجد في محافظة دمار ما يقارب خمسة وستين معتقلا خارج القانون تابعين لميليشيا الحوثي في مباني حكومية وقلاع أثرية بالإضافة لمنازل سكنية تستخدم كسجون سرية للمناوئين للميليشيا كما اختطفت ميليشيا الحوثيين الانقلابية مواطنا في مديرة الجبلة بمحافظة إب وقال شهيد عيان إن الميليشيا اختطفت المواطن أحمد علي قاسم من أبناء قرية ذي عقيب عزلة وارف دون سبب يذكر وقامت بإداعي سجن الأمن السياسي التابع لها في مدينة إب نظمت السفارة الصومالية لدى اليمن اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن احتفالا بمناسبة مرور الذكرى 59 لعيد الوحدة والاستقلال لجمهورية الصومال نعم الحفل تناول أوجه الترابط ومتانة العلاقات بين الشعبين اليمني والصومالي كما تم عرض معزوفات موسيقية من التراثي الصومالي وكذا الفلكلوري الصومالي وبحضور عشرات العائلات من الجالية الصومالية والمتواجدين بالعاصمة المؤقتة عدن أما رياضيا فيواصل الاتحاد العام الفروسية تحذيراته لإقامة بطولة الفروسية للفئة العمغية وذلك بالعاصمة صنعاء خلال الشهر الجاري وقر اجتماع مجلس إدارة الاتحاد إقامة البطولة بمشاركة فرسان من مختلف الجهات والمرافق الحاضنة للخيول بعد الانتهاء من زيارة الهيئات المشاركة في البطولة وأهمها كلية الشرطة والكلية الحربية وناد العاصمة ومن المتوقع أن تشهد البطولة مشاركة واسعة من الفرسان في مختلف الفئة العمرية وكذلك جهات المرافق الحاضنة للخيول وخاصة المنحدرة من السلالة العربية الأصيرة مازلنا رياضيا حيث توجه المنتخب الوطني لألعاب القوى إلى تونس للمشاركة في البطولة العربية السابعة للناشئين والناشئات نعم وضمت بعثة المنتخب الوطني لألعاب القوى اللاعبين جميل الحماطي وعبدالله يعيري ومحمد بجاح وحاشد القوباني وبقناة المدرب الوطني سعيد الزغيمي ومن المقرر انطلاق البطولة العربية السابعة لألعاب القوى للناشئين في تونس في الرابع من يوليو الجاري وتسمر لمدة ثلاثة أيام وتدعم مشاركة المنتخب الوطني لألعاب القوى في البطولة لجنة الأولمبية اليمنية وهي المشاركة أو المشاركة الثانية لمنتخبنا في البطولة بعد النتائج المتقدمة التي حققها المنتخب في النسخة الماضية من البطولة نيت أخبار التاسعة تابعتم فيها التحالف يعلن إسقاط طائرة المسيرة حوثية في الأجواء اليمنية والجيش يطلق عملية عسكرية للتواغل داخل سعداء من جهة الجوف بطلب من غريفوس رؤية حكومية لتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة والميليشيا تستحدث حواجز وخنادق في مديرة بيت الفقيد كما تابعتم أيضا مسؤول حكومي في حضر موت يشيد بجهود محافظ مأرب وترتيبات للتحرير رائد بازوهير ومرافقيه من قفضة خاطفه نشكلكم ماطمة المتابعة دمتم ودام الوطن بألف خير إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة